السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم اجعلنا من الصادقين وافقنا للصدق واجعلنا من المتمسكين من الصدق ان شاء الله المسلم لا يكذب هذا هو الاساس ومن يكذب فهو لا يكون يتماشى مع التعليم الاسلامي تحت اي ضف سواء في وضع السلم وفي وضع النزاع وحتى في المواقف التي تكون ضدك يجب على الانسان انه يلتزم بالصدق ونحن اللي تعلمناه وورصناه من ابانه انه نكون صادقين في كل الظروف وفي كل احوال ونوكل الله في ما تبقى فهو الذي يدبر شؤوننا لاننا نلتزم بتعليمي فانا الان راح اتكلم عن مختصر للتجارة والمواقف اللي صارت معايا واللي خلتني الان اعتزم الخروج من المجتمع الحبشي بشكل عام والمجتمع الغتري بشكل خاص خروج لا رجعة فيه ولا عودة فيه الفطرة السوية للرجل الفطرة السوية للمرأة الرجل فطرته السوية ان يكون رجل باخلاق الرجل وبكرامة الرجل والرجل لا يستطيع ان يعيش في مكان في بيئة في مجتمع يفتقد الى كرامته ولا يستطيع ان ينتزح حقوقه فيه فيرحل منه والدين يمنعنا من هذه النفس وهذه الآخر فلذلك حرم علينا الانتحار وحرم علينا ايضا قتل النفس في المقابل المرأة يجب ان تكون مرأة المرأة هي الحنان هي الاحتواء هي الأم هي الوطن والمرأة عندما تخرج عن فطرة المرأة وتكون مسترجلة تحول الحياة جهيم ويليت انها عملت لو كان من من حر مالها الذي اكتسبته كان يمكن اليقال انها تمارس حقوقها ولكنها تفعل ذلك بمال زوجها زوجها الذي يكد ويتعب ويواجه صعبات الحياة ومرارة العمل التي لا تعرف عنه اي شيء ليجازة في المقابل بامرأة متسلطة عنيدة وتكبرة تقود ابناءه ضده وتظن ان ابناءها ملك لها وعبيد تسخرهم في سعادتها وخدمتها وهي تناسد ان هذا الرزق منعه الله عن غيرها ورزقها به امانة 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 في عهدها لكي تتركهم في شأنهم في سن البنو وليس لتستعبدهم حتى تنفق مثل الجيفة وينتهي بها الامر ويحمد الله ويشكر الله الجميع على زوالها وان كان وجود مثل هذه المرأة واقع فهو له مسببات وهي وان كانت مشاهدة فهي نتائج نتائج للسبدات نتائج للعنصرية التي تعطي الحق للشخص في ان يبتز ويمتلك الاخر ويطالب بحقوق لم يشرع الله له فيبدأ الامر في ان يقول هذه الارض ارضي هذا المكان مكاني وهكذا وهكذا ونتيجة لذلك تجد المرأة في هذا المجتمع ايضا تمتلك ابناها مع انهم هم حر مال الزوج بصداقيا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم انت انت ومالك لهبيك فهي من باب النهج الاموي في امتلاك واستعباد الناس يركزون على الاحاديث والمرويات الدينية التي تعزز حقوق المرأة وحقوقها انها تساوي اربع ضعف الرجل ويتناسو انها عندما تكون امام القطاع فهي نصف الرجل وفي الوراسة كذلك وضعها مختلف لماذا؟ لان المرأة هي مرأة والرجل هو الرجل وان كانت هذه النتائج فلها مسببات والناس على دين ملوكهم حتى وان لم يشهروا بذلك فهو نتيجة له الأضرار التي تحصل من جراء هذا الواقع المرير هو السنزاف فهي تستنزف ابنها المجتهد الذي استطاع ان يجمع ثروة وتستنزف ابنها الاخر الذي استطاع ان يكتسب مكانا ويستنزف ابنها الاخر الذي استطاع ان يحصل على منصب فتصبح ام المهندس ام المهندس وام الدكتور وام الوزير وهي لم تصنع شيء هي لم تصنع مجهود يذكر فعندما تصبح ام المهندس تصبح هي الوكيلة الهندسية عندما تصبح ام الوزير تصبح هي التي يقود الوزارة وعندما تصبح ام التاجر فهي تصبح ثرية من غير عمل ومن غير جه ومن غير الخوض في المخاطر وهذا لا يحق لها ليس من حقها ان تكون بهذا الشيء وان كان بطيب نفس من الابناء فهذا من البر ولكن ان كان باحتيال منها وبتسليط المجتمع على ابنائها وابتزازهم واستغلال موقعها الاجتماعي في الضرب في مقدرات ومنجزات الابناء هذا لا يخره لا دين ولا شراء وان كانت الام تفعل ذلك فهي فعلته عندما كانت زوجة هي فعلته عندما كانت زوجة واستفحل بها الوضع لتفعله وهي ام ويستفحل بها الوضع ايضا وتفعله وهي جدة لتكون مستنقعا وبئرا كريه مليء بالظلم والاضطهاد مليء بالكراهية والغلم مليء مليء بالغبن والقهر وهي من هي؟ هي المرأة هي الأم هي الزوجة هي الجدة هي الأخت فيتحول المجتمع من المجتمع محب ومسالم إلى مجتمع يكره بعضه بعضا إلى مجتمع يحسد بعضه بعضا إذا مجتمع يكيد لبعضه بعضا وتبرز السمى العامة من التصرفات النسائية في داخل أوساط الرجال سواء في سلوك الشذود أو السلوك الأخلاقية من الغيرة والمكيدة وإلى آخر فيخرج لدينا رجال أشباه رجال وهم منعوتون في كل مجتمع وفي كل ثقافة مضمومون هؤلاء الرجال الذين يسموهم في كل مكان أبناء المرأة أسوأ ما انخلق الله وأسوأ ما انخلق الله أنجبته الثقافات في كل ثقافة ينعتون ويصبون أنهم أبناء المرأة فإذا فهمنا هذا الواقع السيء والأمور تقاس بالنتائج فما كان حال المرأة في السابق حال المرأة في السابق عندما كانت بنت كانت تصر الجميع والبيت الذي فيه بنت كان بيتا عامل عندما كانت أخت كانت محبة لأخوانها ومشرفة لهم ومعينة لأخوانها في صغرها وفي كبيرها عندما كانت أم كانت حنونة عطوفة بأبنائها لا تعرض لحومهم لموائد الغيبة والنميمة أمام الناس عندما كانت جدة وعندما كانت زوجة كانت في تفاهم مع أحماتها وكانت في تفاهم مع أمها وعندما ترتقي وتكون جدة فتسمو وترتقي لحال الإنسان المتقشف الذي يصوم عن ملذات الحياة ويتنعم برؤية أبنائه وأحفاده وهم بخير هو فقط هي تعيش في أوساط أبنائها بسلام تعيش معهم في أوساطهم بسلام مع أحفادها لا تضبجاه ولا سيطرة ولا تسلط ولا ظلم ليس لها من الأمر شيء ولكن كل الأمر كان من صناعتها فتتنعم في أوساط أحفادها وهي ترى ثمرة ما صنعت في طول عمرها ولا تطالب أي شيء غير أن تراهم سالمين غانمين مبسوطين مرتحين ولا زال ولا زلت أرى مثل هذه النماذج ولكن ليست بالمستوى والكثرة التي كنا نراها في السابق ولا حول ولا قوة إلا بالله فمن المسؤول عن كل هذا هل هو الرجل الذي إن جار العداء على البلاد فهو الذي يخرج دفاعاً عن الأراض وهو الذي بنى هذا الوطن وساهم في إنشائه ولا زال في ثغور صيانته الرجل الذي أسس المؤسسات وأنجز الإنجازات وأساس الأرض وحكمها طيلة هذه القرون الرجل الذي لن تتفهم ولن تفهم المرأة ما معنى أن تكون رجل ولن تستطيع المرأة أن تنشئ رجلاً فهي ستنشئ أشباه الرجال ولكنها لن تستطيع أن تنشئ رجل الرجل الرجل الذي يكون يشقى لتنعم هي وأبناؤها في النعيم يصارع الحياة ليحصل على لقمة العش في معارك في معارك و مغامرات هي لا تعرف عنها شيء لا هي ولا أبناؤها هذا الرجل الذي يقوم بكل هذا الدول يأتي وينتهي به المطاف في هذا اليوم الذي نعيشه يكون مسؤولاً عن إخفاق رجال الدين في تربية المجتمع عن إخفاق مؤسسات تعليمية في تنشيات الأجيال عن إخفاق مؤسسات كانت من دورها الحفاظ على سلامة المجتمع الحفاظ تحمل مسؤولية من وضعوا منهج المجتمع من وضعوا نظام المجتمع الذي هو لم يكن يستشار في ذلك ولم يكن له الخيار في الأمر لأدفع ثمن هو لم يكن مسؤول عنه وفي ظل الصراع بين حكومة متمسكة متمسكة حتى النخاء بالكرسي ومعارضة ينهشون في مستقبل أبنائهم بالغيبة والنميمة ففي كل هذا الواقع السيء يعيش هذا الرجل مدافعاً عن نفسه أمام إمرأة لا تقدر ولا تحترم وأبناء ينشؤون على رؤية أبيهم يوهان وحمات لا تكترث إلا براحة ابنتها وأم جارت على زوجها واستعبدت أبنائها ورجل دين ورجل دين لا يهمه إلا أن يحقق ذاته بتطبيق الشريعة التي لم تكن ولم تصير صالحة لهذا المجتمع ومجتمع لا يتحقق لا يتحقق من ما يقال ويصدق من مصادره الموفوقة وهي مصادر ملغومة بالغيبة والنميمة هذا لأنه لا يوجد مرجعية واحدة لا يوجد حاكم واحد لا يوجد جهة واحدة للمجتمع فهي متعددة وجهات وكل يطالب بالسمع والطاع في تمزق اجتماعي وتمزق سلطوي وكله ينبذ الآخر وهذا ما ينتج عنه من تكتلات ثقافية تكتلات دينية وعنصرية قومية أرقية تحافظ على مصالحها وتحارب الغير إن أنت معهم يقرموك وإن اختلفت معهم في شبر يحاربوك من حيث تعلم ومن حيث لا تعلم والكل إن كنت إنسان تبحث عن إنسانيتك تبحث عن الاستقلال الكل سيحاربك بل أنهم سيعاملوك كمعاملة شخص أنت لا تعرف مصلحتك نحن نعرف مصلحتك معاملة الطفل فهم الذين يعرفون وأنت إنسان متعلم وأنت إنسان مهندس وأنت لك إنجازة هم الذين يعرفون الذين كيف يربوا ابنك هم الذين يعرفون ما الذي يصلح لك ولا يصلح ذلك وهذا أنت الذي كنت تعاملهم معاملة حسنة أنت ابن المجتمع الجبرتي الذي كان بارا بكل الثقافات التي ورد فيها فالجبرتي عندما كان مع التقرنا أخذ بالثقافتهم بالرنبية وعندما كان مع التقر أخذ من ثقافتهم بالرنبية وعندما كان في مع القبيلة أصبح قبليا وعندما كان مع مصر أصبح مصريا وقس على ذلك ليس لجوءا أو غروبا من ثقافة لا يريدها أو بحثا عن لقمة العيش لا هذا لأن الدين يأمر بذلك الدين يأمر بالإسلام وكل قطر ومجتمع ومكان في هذه الأرض لهم ثقافتهم وعالتهم وتقاريدهم التي يحافظون عليها فلا تستطيع في حال بأي حام الأحوال أن تغير ما استقروا عليه لأن ذلك يزعزع استقراره والجبرتي يفهم هذا الشيء فما وإن كان تم نبدل جبرتي في الفترة اللي راحت ما هي نتائج هل تريد أن تصدر ثقافة أصيلة إلى بلد آخر وتعيش في قوقعة لا يدعم فيها أحد ولا يكون فيه هناك تواصل مع الآخر هل أهل الإسلام يدعوا لهذا الشيء؟ بل أنتم ادعيتم أن السلفية هي الدين الصالح لكل زمان ومكان وجنبتم ثقافتنا وجنبتم فيهمنا للدين بعد أن حملتونا مسؤولية كل النتائج التي حصلت من الدين والآن تسيرون في درب الدعاة الضالين الذين يقودون الناس إلى نار جهنم بتصدير ثقافة وأقيدة هي لا تصلح إلا للبادية وتحويل النساء من نساء المدينة إلى نساء القبيلة وتلبيسهم والبرقع والعباء ومن ثم دفع الزوجات إلى التمرد على أزواجهم بعد أن يتم تغذية عقولهم بالعنصرية وتعريفهم بأن أنتم من هذه القبيلة وأنتم من هذه القبيلة والجبرتي ليس له مكان والمرأة التي لا ترى رجل مسنود بظهر ورجل له مرجعية وقوة هي مرأة إن كانت خصيصة ستتمرد عليه والشرع والدين يحقق للرجل أن يكون له إن أراد أربع زوجات وهم الذين يتمسكون بالدين بحثاً عن السلطة وليس بحثاً عن الجنة هي المرأة التي تقول أنها سافية ومن ثم عندما تطلق ويكون لها أبناء لا تلتزم بالمنهج الحنبلي السلفي الذي يتشدد في كل شيء حتى في الحضانة فينسق الأبناء إلى أبائهم في سن موكر في سن التكليف اللي هو سبع سنين فتضرب بهذا الحائط ولا زالت سلفية هي الأم التي تدعي عندما تكون في بلادنا في بلاد العرب تدعي أنها مضطهدة وأنا الإسلام مضطهد ونحن ونحن وإلى أخي لتقتات من الفوائد التي تحصلها هناك وتغير منهجها الديني لكسب العيش وعندما تنتهي هذه العلاقة وترحل إلى بلاد أخرى تجدها تتلون إلى لون آخر هل هي تبحث عن الجنة أم أن الجنة بالنسبة لها هو نعيم الدنيا هي التي عندما تطلق ابنتها تذهب إلى القانون وتتمسك بالقانون هو نفس القانون الذي تحججت واشتكت منه في بلدها أنه ناموس وأنه جبت وأنه حكم الطاغوت والآن هي تتمسك به لماذا؟ لأن المصالح بررت ذلك فهي ليست رجل هي إمرار ستستخدم أي وسيلة وأي شيء لتحصل على ما تريد وتضرب بكل بكل شيء أرض الحائط لماذا؟ لأنها تولت شأن الرجال وأين الرجال؟ هذه المرأة لم تصل إلى هذه المرحلة إلا بعد أن داست على زوجها لأنها لا تثق في قراراته التي سيلتزم فيها بالصدق والأمانة سيلتزم بها بعدم الظلم الآخر وهي لا تريد هذا الشيء هي تريد أن تكسب وتكسب فقط وينتهي بها المطاف أن تكون مجتمع وبيئة فاسدة تبرر الخطأ وتبرر الكذب وتبرر كل شيء في سبيل أن تعزز من ذاتها الفاسدة وبكل وقاها تخرج لنا وتقول أنا ملتزم أنا متدينة لأني أصلي وأقرأ القرآن وأذهب إلى التحفظ وتجد في أفعالها من الفساد ما يعجز عنه الكافر الذي يذهبون إليه في بلاده ويأخذون الصدقة من كنائسهم ويذهبون ويقولون وجدنا وجدنا إسلام بلا مسلمين هذا غير صحيح المسلمين موجودون نحن المسلمين وهم طبق الإسلام وأنتم المشكلة لذلك لا سبيل لأي شخص يريد الخروج من بغرة النفاق والغيبة والنميمة ومستنقع العنصرية و القومية القبلية العرقية ليس له سبيل إلا أن ينجو بنفسه إلى أي بلد آخر يعيش فيه على هامش الحياة أهوى من أن يتلضى بنار واقع سيء مهما إطمأن له لن يكون مكانا يعيش فيه كرجل بعزة وشموخ و استقلال ونحن كما تعلمناه من أبائنا نحن لا نعارض ولا نهجم ولا نتسبب في الإشكال بين أبناء العم فنحن عندما نختلف أو لا يرودنا آخر بكل بساطة نحن ويبقى تبقى الوصية التي وصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال يهدم الكعبة في آخر الزمان بالصويقتين من الحبشة وكل المشائخ وكل مشائخ الدين إن كانوا حمليين أو سلفيين أو أشعريين أو صوفيين أو حتى علويين كلهم قالوا بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن عندما ندرك ذلك نعرف أنه عندما تسوق الظروف في الحبشة فهناك خلل ناتج عن ظلم وهو ديدا كل بغرة بها مشاكل هي تبدأ بالظلم ثم ينفجر الوضع ثم يستفعل حتى ترد الحقوق وعندما ترد الحقوق تنام الفتن وعلى ذلك نحن نفهم من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المروي عنه بالاتفاق بين كل المذاهب الدينية أن النار التي نتلضى بها من الأحباش ما هي إلا كبت من المشاعر ومن القهر لم نكن نحن سبما فيه ولكننا تلضينا أيضا من نفس هذه النار فأباءنا كفروا وبدوا يعوثوا فأفسقوا وهذا معلوم ولكن الأحباش لا يميزون بين طوائف المسلمين كما أن المسلم لا يميز بين طوائف المسيحين فلنا في المسيحين أخوة ولنا في اليهود أخوة ولكننا لا نتماشى مع الصهاينة فجدير بهم أن يكملوا مصيرتهم التي تدعوها مخالفين لهدي سيدنا المسيح في العفو والصفح لأن الانتقام هو يقود الاكتساب والتوحش والكراهية هي السمة مكتسبة نتيجة الانتقام ولكن انتم اخترتم ذلك فصيروا بارك الله فيكم واسألوا المسلمين واسألوا السلفين عن طريق الكعبة لكي تذهبوا مع سيدكم الأصيلة الأفيدة ذو السويقتين لكي تهدموا هذه الكعبة التي هي موطننا موطننا الذي أصبح موطن كل المسلمين نحن أهل مكة بلادنا بلاد المسلمين نحن ذهبنا إلى كل مكان في العالم لأن وطننا أصبح لكل شخص في العالم له موطن هنا ونسب في هذه الموطن وهو بيت القصيد عندما تذهبوا إلى هناك وتهدون البكعبة حجرا حجرا تذكروا أن أبرها لم يستطع ذلك ولم يستطع أحدا قبله أو بعده أن يفعل فعلته ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنكم ستفعلون ذلك وهي أحب البلاد إليه فلماذا هذا الشيء؟ ونحن نؤمن أن المسلم أهم من هدم الكابر والسلام الغاية في الدين وغاية في الإسلام أن يعيش المسلم بكرامة وإحترام في بيئة مليئة بالسلام والمحبة وعندما يغيب هذا الشيء فالخلل ليس في الإسلام وإنما في الدين الذي يصدر للآخرين السلام عليكم ورحمة الله موسيقى موسيقى